مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يكون الطاق صيفيا عاديا أثناء النهار وأيضا لطيفا أثناء الليل لكن يميل للبرود قليلا في ساعات الصباح الباكر ونهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة بإذن الله أقل من معدلاتها مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى لحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة تميل إلى البرود في ساعات الصباح الباكر إلى البرودة قليلا والصغرة المتوقعة 18 درجة مئوية أيضا الرطوب النسبية مرتفعة راح تكون بحدود 84% وبالتالي ممكن تتشكل الشابورة وخاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية قليلا الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة ثلاثة أيام القادمة أجواء صيفية عادية نهارا لطيفة أثناء الليل العظمى المتوقعة يوم الأحد بحدود 30-31 والصغرة بحدود 20 درجة مئوية يوم الأثنين العظمى المتوقعة بحدود 31-32 وهي حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والصغرة بحدود 20 درجة مئوية أيضا الصغرة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة الثلاثة أيضا صيفية عادية الحرارة العظمى بين 30 إلى 31 والصغرى بحدود 19 درجة مئوية إذن أجواء صيفية عادية نهارا لطيفة ليلا بشكل عام خلال الثلاثة أيام القادمة الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة إربد 34-22 مع ظهور بعض السحب المنقفضة عجلون 31-21 مع ظهور بعض السحب المنقفضة خاصة أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر المفرق 35-21 أجواء حارة رسبيا جرش 33-23 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 31-20 مأدمة 30-19 أما بين 30 إلى 31 العظمى والصغرى 20 البحر الميت لأجواء حارة 40-31 والزرق 34 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الجنوبية من المملكة الكاركتنير 32-20 الطفيل 29-21 الشرع 29-19 ومعان 34-21 أجواء حارة في العقبي 40 إلى 29 درجة مئوية والمنطقة الشرقية من المملكة أجواء حارة نسبيا إلى حارة الأزرق 37-24 الصفاوي 37-23 والرويش الـ 38 إلى 23 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه شكرا للمتابعة أمان الله أمان الله شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله